من بغداد ينضم إلينا سيد فاضل أبو رغيف الباحث الأمني والاستراتيجي سيد فاضل أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد وفي جولة ظاهرة نبدأ من مجزرة بابل يعني روايات متضاربة ما حدث بالفعل يمثل لغزا كبيرا لرأي العام ورغم طابع الإجرام الذي ارتبط بهذا الحادث إلا أن الروايات الرسمية وغير الرسمية أيضا اتسمت بالتضارب والغموض الشديدين لماذا برأيك؟ هل وصل إليك سؤالي سيد فاضل؟ نتحدث اليوم عن مجزرة بابل يبدو فقدنا الاتصال نتحدث عن هذه المجزرة في العراق يعني حصل بالفعل روايات متضاربة وما حدث مثلا لغزا كبيرا ارتبط بهذا العمل الإجرامي وصدرت روايات رسمية وغير رسمية اتسمت أيضا بالغموض والتضارب نتحدث عن عائلة بأكملها تعرضت إلى إبادة جماعية حيث أقالت وزارة الداخلية العراقية قائد شرطة محافظة بابل بينما أوقفت القوات الأمنية عددا من الضباط إثر عملية أمنية في إحدى قرى المحافظة وانتهت بمصرع عشرين شخصا من عائلة واحدة يعود إلينا مرة أخرى من بغداد سيد فاضل أبو رغيف الباحث الأمني والاستراتيجي سيد فاضل نتحدث هنا عن هذه المجزرة والتي أثارت العديد من الشكوك حول هذه الروايات المتضاربة كنت أقول لك أن ما حدث في محافظة بابل مثلا لغزا كبيرا ورغم هذا الطابع الإجرامي الذي ارتبط بالحادث إلا أن الروايات الرسمية وغير الرسمية اتسمت هي الأخرى بالتضارب والغموض لماذا برأيك يسيطر الغموض على هذا الحادث بالتحديد؟ نعم سيدة جمانة تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الكريمة وكل عام وأنتم مكادر القناة بألف خير أولا ما حدث يوم أمس الأول يمثل جريمة نكراء جريمة بحق الإنسانية جريمة لا توصف إلا على أنها تسمى من ضمن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية طبعا هي جريمة أنا في تقديراتي أسميها جريمة إرهابية وجنائية ومفبركة ومدبرة وفيها روح المكيدة واستخدم فيها الطابع الشخصي لتصفية هذه العائلة برمتها وأعتقد أن هذه الجريمة برزت فيها معالم سبق الإصار والترصد بشكل بين وواضح من خلال وجود صلة قربة بين أحد الضباط وبين العائلة أو بين رب العائلة ويبدو أن هناك ضغاء وإحقاد أدت إلى ارتكاب مثل هكذا جريمة أعتقد أن عمليات الإقالة التي طالت بعض الضباط والقيادات هناك لا تكفي لوحدها أنا في تقديراتي ينبغي أن تكون العقوبة أشد بعد التحقيق والتدقيق للتوصل إلى الجنات الحقيقيين والتوصل إلى ما هي عملية القتل لماذا جرت هذه العملية عمية القتل في نهاية عام 2021 لماذا فجع العراقيون بهكذا خبر ألم بجراحهم لذلك أعتقد أن القضاء العراقي بالتعاون مع الطب الشرعي أعتقد أنه سيتوصلون إلى العملية برمتها والجريمة برمتها هذه المجزرة التي استفاق عليها العراقيون أعتقد أنها تسترعي تحقيق دقيق ومعمق ويجب أن يكون التحقيق تعلن نتائجها بصورة شفافة وعاجلة يعني أنا أستغرب من الجانب الحقومي هل من المنطقي أن تقرش رواية عن أن أحد الأطراف داخل المنزل وهو رب الأسرة هو الذي قام بقتلهم جميعا يعني رغم تعرض المنزل لمحاصرة قوات الأمن أعتقد أن الرواية في بدايتها خرجت إلى العيان والإعلام بصورة مربكة وبصورة فضفاضة وبصورة بعيدة جانبة الحقيقة وأعتقد أن مجانبة الحقيقة بمثل هكذا ذكر لهكذا جنيمة شنعاء هذا يربك المشهد وهذا يزيد الوضع الضبابية وأعتقد أنهم قد أخطأوا تماما حينما أعطوا تفسيرات يعني فيها طابع اجتهاد وفيها طابع جهل وعدم إحاطة ومعرفة يعني هذا يشي بحالة عدم توخي الدقة والحذر في ذكر الحقيقة كما هي لذلك تم إيقاف مجموعة من الضباط وأعتقد هناك قائمة قد تلوح بالإفق طالة أخرى من ضمن الذين ساهموا سواء كان على مستوى الغفلة والإهمال أو مستوى الترصد والإصرار طيب إلى أي مدى يعكس برأيك هذا الحادث الاغتلال المهني الذي تعاني منه مؤسسات البلاد والأمنية منها على وجه الخصوص يعني أعتقد أن تصدر بين فينة وأخرى بعض الخروقات الأمنية من بعض أفراد الشرطة يعني قبل نحو أسبوع من الآن هناك شرطة ينتسك إلى الداخلية قام بإختصاب طفلة لم يتجاوز عمرها سبع سنين وهذا فجر حالة إنسانية وموجة عاطفية لدى أبناء الشعب العراقي وقبل نحو سنتين أيضا كان هناك حرس لأحد الشرطة قام بإختصاب فتاة وقام بقتل والديها ثم عمد عليها بعد أن اختصبها قام بقتلها لذلك يعني أنا في تقديراتي ينبغي إعادة التقييم وينبغي يعني وضع خطة شاملة لعادة تشخيص وفرز للسجل والخلفيات الأمنية والسجل الأمني والجنائي لكل منتسبي الأجزاء الأمنية سواء كان وزارة الداخلية أو الدفاع أو حتى الأجزاء الأمنية الباقية وإلا إذا استمر الوضع بهكذا خروقات أعتقد أن المواطن ستهتز ثقة سيدة جمانة يعني ما المطلوب برأيك من الأجهزة الأمنية وهل ما حدث يدق نقوس خطر على المستوى الأمني في البلاد ويجب التصرف فورا برأيك أعتقد أنه ينبغي المعاجلة باتخاذ إجراءات عاجلة وهذه الإجراءات أهمها هي عادة تقييم لخلفيات كافة المشتبه بهم وتقييمهم ضمن حاسبة الداتا بيس وأعتقد ينبغي يعني إخضاع دوري لفحوصات للدم لغرض عدم وجود متعاطين أيضا في صفف الأجزاء الأمنية وهذه طبعا نقطة جدا مهمة لأن التعاطي أصبح خالة العراق بعد أن كان ممرا للمخدرات الآن أصبح العراق ساحة لنشاطه وساحة لتجارته وهذا طبعا يسترعي منه أن نزل أمنية أقصد أن تقوم بإعادة تقييم شامل وفحوصات طبية فضلا عن ذلك معرفة الخلفيات السجلات الجنائية لكافة منتسب الأجهزة الأمنية والميدانية والاستخبارية والتعبوية لمعرفة يعني يخشى أن يكون من بينهم مندسا أو أن يكون متعاطيا للمخدرات أو أن يكون لديه خلفية إجرامية جنائية قد تؤثر سلبا كما وقع لسابقاتها قبل نحو أسبوع وأسبوعين لكن هذه الجريمة جريمة مقصودة سيدة جمانة يعني فيها سبق إصرار وفيها تخطيط وفيها متابعة وفيها عملية غل وفيها عمية خلاق ولكن اللافت سيد فاضل هذا الغموض الذي سيطر على هذا العمل الإجرامي ألا يدل برأيك على أن ربما الأعداد المتورطة من الجهات الأمنية أكثر من شخص أو شخصين نتحدث ربما عن جهاز أمني كامل في هذه المحافظة لا سيدة جمانة هم أكثر من شخصين يعني الآن في دارة الاتهام بات تحت طائلة التحقيق والتوقيف أكثر من شخصين فضلا عن التوقيف عن العمل فضلا عن الإقالات وحتى الإقالة والتوقيف عن العمل لوحده لا يكفي نحتاج إلى إجراءات رادعة هذه الإجراءات تكون معمقة من داخل صلب القضاء وأعتقد أن مجلس القضاء الأعلى أولى اهتمام بالغ جدا ومتابعة شديدة جدا من قبل رئيس مجلس القضاء من قبل رئيس الحكومة من قبل أزل فاعلة لكن نحتاج إلى كشف نتائج هذا التحقيق للعيان حتى يطلع الشعب العراقي وحتى تكون هناك شفافية عالية وعدم إدفاعه أو أرماط أي معلومة إذا تم إثبات أن الفساد تخلل الأجهزة الأمنية في العراق على مستوى المحافظات كيف سيكون التصرف سيد فاضل أولا دعينا في هذه وحدة الموضوع هذه الجريمة هذه الجريمة من ثبتة إذا نتهب إشتراكه أو على نحو الإهمال أو المقصودية هذا يحال إلى القضاء لينال جزاء العادل أما في صدد إعادة تقييم شامل لكافة منتصف الأجهزة الأمنية أعتقد أن على أقل تقدير ستكون عملية فلترة وعملية تنقية وعملية تيتيك كامل لتقييم كامل لكافة يعني معرفة خلفيات كافة المنتسبين للحقول دون تكرار أي حادثة ويعني نحن مقبلون على يعني قد تكون هناك المرحلة المقبلة قد تكون أشد لأن العراق الآن يعني فيه متعاطين ومخدرات وفيه الآن الأجزة الأمنية العراقية تحاول ملء الفراغ الذي ستشغره القوات الأمريكية وفيه أيضا التنظيم ينشط بين فينا وأخرى وفيه تصاعد لوطيرة المتعاطين والمروجين والباعين للمخدرات وفيه حالة من الفقر كلها دلائل وعلامات تجعل الأجزة الأمنية في لزام واجب عليها بأن تقوم بعملية تقييم شاملة وتقييم دوري يعني كان في العهد السابق كانت هناك تقييمات دورية تتم كل ستة أشهر تقييم دوري على كل موظف أمني لأن تعلمين أن الدولة مبنية على أمن وخدمات لذلك الأمن يجب أن يستتب وإذا كان يستتب نستعين برجال معروفين بحسن السيرة والسلوك بعدم وجود أي جريمة جنائية بعدم وجود سيد فاضل أبو رغيف البحث الأمني والاستراتيجي شكرا جزيلا لك كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة